الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويجعل أعمالهم على البر والتقوى وبعد فنحن في تفسير سورة التوبة نقرأ آيات انتقل السياق فيها من حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما ذكر من أمور بعد فتح مكة إلى الكلام عن غزوة تبوك وما فيها من أحكام وما فيها من توجهات ربانية تجاه هذه المعركة وذلك أن غزوة تبوك حصلت في زمن حر شديد والناس في حاجة شديدة وكانت الثمار قد أينعت والتمر على وشك الحصول عليه ولذلك ثقلت نفوس بعض المؤمنين فجاءت آيات تعاتبهم وتأمرهم بالنفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرهم بقدرة الله جل وعلا ولعلنا إن شاء الله أن نعرض لبعض الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة فليتفضل القارئ بارك الله فيه وأعظم الله أجره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرذيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوجه الله جل وعلا النداء لأهل الإيمان حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد ورغبهم فيه وحسهم على أن يشاركوا في غزوة تبوك فما كان من بعض الناس إلا أن تثاقلوا ولذلك قال تعالى ما لكم يعني ما السبب الذي يجعلكم تفعلون هذا الفعل إذا قيل لكم أي إذا طلب منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واجب الطاعة فقال لكم انفروا في سبيل الله وأنفرها الذهاب إلى الشيء بسرعة انفروا في سبيل الله يعني جاهدوا بأموالكم وأنفسكم جهادا لإعلاء كلمة الله فما لكم حينئذ إذ ثاقلتم إلى الأرض أي طلبتم البقاء في المدينة ورغبتم ألا تجاهدوا فكان منكم رغبة في الدنيا وما فيها من الخيرات ونسيتم الاستعداد للآخرة بالجهاد لأعداءه والنصرة لدين الله جل وعلا فمعنى إذ ثاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم وملتم إلى الكسل والدعى والراحة والسكون وتركتم إرضاء الله جل وعلا فما السبب الذي يجعلكم كذلك أرضيتم بالحياة الدنيا يعني كأنكم ظننتم أنه لا يوجد دار آخرة ينبغي بالعبد أن يستعد لها وأن يتجهز لتلك الدار بالبذل من نفسه ومن ماله ومن جميع أحواله فإنكم متى تفكرتم وجدتم أن الحياة الدنيا لا تستحق شيئا كبيرا متى قورنت بالآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها ثم ذكرهم بأن ما في الدنيا متاع أن يأتي ويزول تتمتعون به وبالتالي تظهر وتزول عنكم هذه الأمور الدنيا فالدنيا التي قدمتموها على الآخرة متاعها قليل أي يسير سواء في المدة أو في نوعيته كما قال تعالى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وحينئذ اندعاهم للمقارنة بين الدنيا وبين الآخرة فأين من يشتري سعادة الآخرة أبد الآباد التي لا يكدر نعيمها فلا وفاة فيها ولا ضعف ولا مرض ولا فقر ولا ذل ولا إهانة ولا حزن ولا خوف فيها بخلاف الدنيا ومن ثم كيف لعاقل أن يقدم الدنيا على الآخرة ثم جاء بوعيد شديد فقال لهم إن لا تنفروا أي إذا لم يكن من شانكم النفرة في سبيل الله والجهاد فيه والإسراع لطلب مرضاة الله جل وعلا فحينيذن توقعوا العذاب المؤلم الشديد في الدنيا والآخرة فإن ترك الجهاد بعد الطلب صاحب الولاية له من كبائج الذنوب وقال يعذبكم عذابا آليما ويستبدل قوما غيركم أي يأتي بأناس آخرين يناصرون دين الله ويقومون ببذل الأسباب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذن لا تضره شيئا أي إذهابكم وزوالكم واليتيان بآخرين يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضر الله شيئا ولن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فإنكم متى علمتم أن الله لا يعجزه شيء وأنه قادر على إيجاد من يناصر هذا النبي وقادر على نصرته صلى الله عليه وسلم فحينئذن اعلموا أن الله قادر على أن يذهب بكم وأن يستبدلكم بآخرين أفضل منكم يناصرون دينه ويجاهدون في سبيله ويكونون مع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بحادثة الهجرة العظيمة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم كأنه يقول قد تكفلت بنصر هذا الدين بكم أو بغيركم ولكن لتكونوا عقلا فيكونوا نصر هذا الدين بفضل الله على أيديكم لتكونوا أنتم المستفيدين من كونكم تناصرون دين الله وإلا فإن الله قادر على نصر دينه والإيتيان بمن يناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ذكرهم بحادثة الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وحيدا وقد تأمرت عليه قريش من أجل أن يقتلوه فجمعوا مئة شاب وأعطوا كل واحد من هؤلاء الشباب سيفا جديدا حادا من أجل أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصره في بيته وحينئذن مكنهم الله من جمع هؤلاء الشباب ومكنهم من إعطاء السلاح ومكنهم من محاصرته في بيته ومكنهم من انتظاره حتى يظهر الله نصره لنبيه على أعلى درجات قوة عدوه وعلى أقل ما يكون من حال نبيه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وحيدا ليس معه أحد وألقى الله جل وعلا ألغشاوة على أعين هؤلاء المحاصرين فجاء بالتراب فوضعه على رؤوسهم قال تعالى إلا تنصره أي إذا تركتم نصرته في يوم تبوك أو في غير ذلك من المواقف فقد نصره الله أي أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وقد يكون من معنى الآية إلا تنصر دين الله فإن الله سينصر دينه بكم أو بغيركم ويذكر في هذا بقوله إذ أخرجه الذين كفروا أي أهم الكافرون بقتله فخرج من بينهم بسبب تآمرهم عليه صلى الله عليه وسلم وخرج ليس معه عدد كثير إنما هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما وحيدين ليس معهما أحد وقد وعدوا وقد وعدوا وقد وعدوا عامر بن فهيرة أن يأتيهم بعد ثلاث ليال حول الغار الذي سيأوون إليه فخرجوا ثاني اثنين ويذكر في هذا فقال إذ هما أن يذكر حالهما إذ كان في الغار والغار شق في الجبل أقل من الكهف إذ يقول لصاحبه لأن قريشا لما علمت بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم تبعوه وبحثوا عن آثار أقدامه حتى دلهم ذلك على الجبل الذي دخل فيه فلما رقى الجبل لم يجدوا له أثر لكونه أصبح يطعو على الحصى والصخر وبالتالي لم يكن له شيء من الأثر فبدأوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم في الجبل حتى وقفوا على الغار فيقول أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا وذلك أن الغار إذا دخلته وجد فيه شيء من العلو يعلوه لإنسان فمن نظر في مبادئه ظن أنه لا يوجد فيه أحد لكن لو قدر أنه نزل بوجهه ونظر عند قدميه لرأى من صعد داخل الغار فحينئذ أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس موجودا في الغار فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا فيأتيه ما عند رسول الله من الطمانين والسكين وتصديق وعد الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى فيقول لصاحبه أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن أي لا يكون من شأنك قلق ولا تأثر بوجود هؤلاء فإن الله معنا أي معنا بنصره وتأييده وبالتالي لا تخف منهم ولا تخف من كونهم قد أتوا إلينا فكان هذا من أعظم العلامات على نصر الله جل وعلا لنبيه وذلك أن النصر مرة يكون بالغلبة على الأعداء ومرة يكون بالسلامة من مكر الأعداء وكيدهم واعتداءاتهم ومع كثرة أهل مكة ومن تابعهم وشايعهم حيث جعلوا لمن جاء به مئة ناقة من الإبل وكانت أغلى أموال العرب في ذلك الزمان ومع ذلك نصر الله جل وعلا نبيه فسلمه منهم وكان صلى الله عليه وسلم واثقا في وعد الله جل وعلا ولذا قال الله فأنزل الله سكينته عليه أي جعل الطمانينة في قلبه وثبته بحيث لا يقلق من تصرفات أعداءه ولذا لما قلق أبو بكر سكنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحزن إن الله معنا وفي بعض الروايات قال ما ظنك باثنين الله ثالث هما فحينئذ أنزل الله سكينته على رسوله فكان على الطمانينة والثبات وأيده بجنود لم تروها أي أنزل ملائكة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ويبعدون ويبعدون عنه هؤلاء المشركين ولا يمكنونه منهم وحينئذ جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى أي طريقتهم ومكرهم وما هموا به وخططهم التي خططوها جعلها فاشلة سفلى أي ساقطة أي ساقطة غير نادحة بل مخذولة وذلك أنهم كانوا يظنون أنهم قادرون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عملوا غاية ما لديهم من الإجراءات والاحترازات ومع ذلك لم تجد خططهم شيئا ولم تنفعهم مؤامراتهم التي فعلوها وحينئذ جعل الله كلمته هي العليا فتخطيطه جل وعلا ومكره لنبيه هو الناجح الفائز الذي لا يستطيع أحد أن يغالبه مهما كان ولذا قال وكلمة الله هي العليا أي إجراؤه واحترازه ومكره لنبيه وتدبيره للكون وهو الماضي والواقع والله عزيز حكيم وهكذا سنة الله في الكون بنصر أنبيائه وأوليائه وهذا مستمر إلى قيام الساعة ثم قال تعالى والله عزيز أي أنه قوي لا يستطيع أحد أن يغالبه أو أن يؤثر في قدره أو أن يهرب من تقديره حكيمة بمعنى أن حكمه نافذ لا راد لحكمه وحكم الله له حكم ظاهرة وفواقصص عظيمة وفي هذه الآيات فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيها أن الحزن قد يعرض لبعض عباد الله ثم قال تعالى انفروا أي سارعوا بالمشاركة في القتال والجهاد انفروا خفافا وثقالا أي في حال قدرتكم بوجود اليسر لديكم أو في حال وجود شيء من العجز اليسير عند عسركم وهكذا انفروا خفافا وثقالا في وقت نشاطكم ورغبتكم أو في وقت كرهكم وفي حركم وبردكم وفي جميع أموالكم وفي جميع أحوالكم ثم قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم أي يبذلوا كل ما تستطيعونه من الجهد في أموالكم وأنفسكم في سبيل الله أي في طلب مرضاة الله جل وعلا ذلكم أي بذلكم وجهادكم بأموالكم وأنفسكم خير لكم من تثاقلكم إلى الأرض إن كنتم تعلمون فما عند الله خير وأبقى مع أن من فكر وقلب النظر وجد أن طاعة الله هي سبب تحصيل خيري الدنيا والآخرة وأن معصيته وإن ظن أنها تجرب الخير وتبعد السوء إلا أن ذلك الظن ظن خاطئ لا يتوافق مع حقائق الأمور ثم قال تعالى لو كان عرضا قريبا أي لو كان هذا الخروج وهذه المعركة لطلب أمر قريب أي منفعة دنيوية سهلة لا سارعتم إليها وهكذا لو كان سفرا قاصدا أي قريبا سهلا لاتبعوك وذلك لعدم وجود المشقة فيه وغفلوا عن أن العبد بفعله للجهاد مع رسول الله ينال رضا الله وينال دخول الجنان التي هي أفضل المطالب ولذا قال ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم مسافة السفر وعلموا أنهم في وقت شديد حره شديد مأنته وتعبه وحينئذ تثاقلوا إلى الأرض وليست هذه طريقة عباد الله الذين يسعون لريض الله فإنهم يقدمون مرضات الله على رغبات نفوسهم وقال تعالى وسيحلفون بالله أي سيقسمون قسما مؤكدا بالله جل وعلا أنهم لا يستطيعون الخروج وأنهم لو كانوا مستطيعين قادرين على الجهاد لذهبوا معك في هذه الغزوة وإنما ذلك على جهة الاعتذار غير الحقيقي من أجل أن يعفيهم من الذهاب مع رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يهلكون أنفسهم أي لا يتضرر الله بفعلهم وإنما المتضرر هم لكونهم قعدوا عن الجهاد في سبيل الله وكذبوا على الله في قولهم بأنهم لا يستطيعون الجهاد وهم مستطيعون له ثم قال جل وعلا والله يعلم إنهم لكاذبون أن يعلم أن اعتذارهم ليس اعتذارا صحيحا ولا صادقا وبالتالي فإن أعذارهم التي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعفيهم من مشاركته في غزوة تبوك إنما هي أعذار مجردة ليست بحقيقية بل هم كاذبون في ذلك ثم لما جاء هؤلاء إلى رسول الله واعتذروا عذرهم وقال ومكنهم من البقاء في المدينة وحينئذ نزل العتاب من الله جل وعلا لنبيه لما أذن لهم فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم أي سامحك الله وغفر لك ما قمت به من الإذن لهم وقبول عذرهم في التخلف وكان الأولى بك أن تنتظر حتى تختبرهم فتعرف الصادق منهم من الكاذب وحينئذ لا تعذر إلا من علمت صدقه ولكن في مقابل هؤلاء أناس آمنوا بالله ورسوله وقدموا الآخرة على الدنيا وحينئذ شاركوك في الجهاد ولا يفكرون في أن يعتذر منك عن المشاركة في الجهاد لا يستاذن كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فإن من كان يعلم أن أمامه دارا آخرة سيحاسب فيها فإنه سيقدم على ما ينفعه من العمل ومن ذلك الجهاد بماله ونفسه والله عليم بالمتقين ومن ثم فالله مطلع على ما في قلوب عباده يعلم الصادق من الكاذب ثم بيّن أن الذين يعتذرون ليقعدوا عن الجهاد هؤلاء لم يفكروا في الدار الآخرة وإنما كانت مقاصدهم دنيوية ولذا قدموا الدنيا بالبقاء في المدينة على الآخرة في المشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يؤمنون بالله ويعلمون أن أمامهم دارا آخرة يحاسبون فيها على أعمالهم ويكون فيها النعيم المقيم في جنان الخلط لبادروا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يؤمنوا إيمانا تاما باليوم الآخر فتثاقلوا ورضوا بالحياة الدنيا وحينئذ ارتابت قلوبهم أي كانت في شك من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا فهم في ريبهم يترددون أي لا يزالون في شك وتردد وحيرة لا يقنعون بصدق الله جل وعلا في خبره ثم بيّن الله جل وعلا أن هؤلاء المنافقين من عزيمتهم أن لا يجاهدوا ولو كان عندهم الأموال الطائلة والقدرات العظيمة فإن ضعف الإيمان في نفوسهم يجعلهم يرابون في التخلص من المشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يقصدوا الخروج أصلا ولم يكن في نيتهم أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك أنهم لم يتجهزوا بالجهاز الذي يمكنهم من المشاركة في الغزوة فإن من يريد أن يشارك في الغزو يستعد له ويعمل الأسباب المعينة له على مشاركته في الغزو ولكن المانع الحقيقي هو أنهم خبثاء النفوس ولذلك لم يريد الله أن يخرجوا فتتأثر نفوس المؤمنين بخبثهم ولذا قال ولكن كره الله بعاثهم أي لم يريد الله أن ينفروا معكم وأن يغزوا عدوكم وحينئذ ثبطهم أي جعلهم يخلدون إلى الأرض ولا يشاركون هم في لا يشاركون كم في الجهاد ومع أنهم مقتدرون عليه ولكن الله جل وعلا خشي أن يؤثر في نفوس المؤمنين بالتخذيل أو بالنفرة يوم لقاء العدو ولذلك جعل الله في قلوبهم محبة البقاء والقعود ولذلك قيل لهم اقعدوا مع القاعدين أي مع من لا يشارك في القتال من الأطفال والنساء ثم قال تعالى لو خرجوا فيكم أي لو قدر أنهم ذهبوا معكم لقتال الأعداء ما زادوكم إلا خبالا أي لم يزيدوكم قوة وعزيمة ولا قدر على عدوكم وإنما سيخذلونكم ويجعلون بعض الناس يخافون من العدو وقد ينسحبون فيورث ذلك ضعفا في نفوس المؤمنين ولو قدر أنهم خرجوا معكم لأوضعوا خلالكم أي لسعوا في ما بينكم لإيجاد الفرقة والفتنة فيما بينكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي أنهم حريصون على أن يعادي بعضكم بعضا وفيكم أي أن بعض المؤمنين يسمع لكلامهم وقد يتأثر بما يلقونه من الشبهات والإشاعات ومن ثم فمن الخير للمسلمين ألا يأتي هؤلاء المنافقون معهم في قتال أعدائهم قال وفيكم سماعون لهم أن يصدقون ما يقولونه من الكلام الباطل ويستجيبون لدعوتهم وبالتالي فإنهم سيؤثرون في بقية الجيش بمثل هؤلاء ومن ثم كان منع المنافقين منعا قدريا من المشاركة في الجهاد هو الأفضل والأحسن لأهل الإسلام والكثرة التي تعود على أصلها بالتأثير السيء والإبطال ليست كثرة نافعة بل هي كثرة ضارة ولذا قال والله عليم بالظالمين فهو سبحانه يعلم أعداء المؤمنين ويعلم كيف ينصر أولياه المؤمنين عليهم ويعلم بهؤلاء المنافقين ويعلم بما في نفوسهم ويعلم خاتمة أمرهم وأنهم ضرر على أهل الإسلام ثم ذكرهم ببعض الحوادث السابقة التي دخل المنافقون فيها فكان لهم أثر سيء ومن ذلك مثلا في غزوة أحد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لأصحابه نريد أن نبقى هنا فقال جماعة منهم عبد الله بن أبي بل نريد أن نخرج لنقاتل العدو فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على طلبه فلما ابتعدوا عن المدينة قليلا خذل الجيش ورد ثلث جيش المسلمين ولذا قال عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل فإنهم في مواطن سابقة كانوا يسعون إلى جعل المؤمنين يتخلون عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ألم يقل قائلهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج أن الأعز من هل ألم يقل قائلهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا في وقائع عديدة كان أهل النفاق يسعون يسعون جميع جهدهم لإيقاع العداوة بين المؤمنين بما يترتب عليه تركوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر في تلك الوقائع كيف كان لهم تأثير في قلب تصورات الناس فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطلا حقا خذلانا لهذا الدين وصدا للناس عن الدخول فيه واستمروا على ذلك ومع هذا المكر الشديد وهذه الحركات التي تستجلب الفتن إلا أن الله قد تكفل بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم ولذا قال حتى جاء الحق أي ما قدره الله من نصر أهل الإيمان وظهر أمر الله أي انتصر دين الإسلام وأصبح ظاهرا يعلمه كل أحد وظهر أمر الله وهم كارهون فمع أن المنافقين كانوا يكرهون نصرة دين الله وانتصار نبيه إلا أن الله يفعل ذلك فينصر نبيه كما وقع ذلك في أيام غزوة الخندق حيث كان المنافقون يخذلون في المسلمين ويجعلون يتركون مناصرة نبيه ومع ذلك لم يجد كيدهم شيئا وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر أتباعه ثم قال تعالى ومنهم أن يوجد فرقة من هؤلاء المنافقين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا الإذن له في ترك القتال قال ذلي أي أعفني من المشاركة مع القتال مع المقاتلين واسمح لي في التخلف عن القتال معك ثم قال ولا تفتني أي إننا سنذهب إلى الروم ونساء الروم جميلات وحينئذ أخشى أن أذهب معك فيكون هذا سببا من أسباب فتنتي فإني إذا رأيت نساء الروم فإني لا أصبر عنهن وكان من أشهر من قال هذه المقالة رجل يقال له الجد بن قيس وكان يريد بهذا أن يظهر تقواه وخشيته على نفسه على طريق كاذب وسبيل رياء وسمعة لا يرضاه الله جل وعلا فأظهر معصيته وهي ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما قصد به القصد الحسن وهو عفاف نفسه بألا تميل إلى نساء بني إلى أصفر نساء الروم وحين 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 بيّن الله جل وعلا أن الفتنة الحقيقية هي في النفاق المتمثل في ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا فإنهم بتركهم للجهاد واعتذارهم بهذا العذر الكافر العذر الكاذب سقطوا أي قلت منزلتهم وضعفت مكانتهم فإن في التخلف عن الجهاد مفسدة عظيمة وفتنة كبرى تنطلق من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا فإن الخروج لا يترتب عليه شيء عظيم من المفاسد بينما البقاء وعدم الخروج فيه من المفاسد شيء كثير ومن تكلم بهذه أو ادعى وجود هذه المفسنة ويالخوف من الفتنة بن ساي بن الأصفر إنما قال ذلك من أجل أن يتخلص من الجهاد وليس مقصوده طاعة الله جل وعلا وتقواه ولذا قال تعالى متوعدا هؤلاء وإن جهنم أي نار جهنم في الآخرة لمحيطة بالكافرين أي تأتيهم من كل جانب بحيث لا يستطيعون فرارا منها ولا خلاصا فهذه آيات عظيمة فيها أحكام كثيرة من هذه الأحكام أن الجهاد في سبيل الله واجب ولكن وجوبه على نوعين النوع الأول أن يكون فرض عين فيما في أحوال منها إذا طلب الإمام من الناس النفير العام أو طلب من شخص بعينه أن ينفر للجهاد فهذا يلزمه لزوما متعين أن يجاهد مع صاحب الولاية وفي هذا دلالة على أن الجهاد لا يكون إلا مع أصحاب الولايات وأنه ليس لأفراد الناس أن يعلن جهادا من عند أنفسهم ولذا قال إذا قيل لكم انفروا فالجهاد موكل به الأئمة وفي هذه الآيات تحريم الرضا بالدنيا بما يفوت أجر الآخرة وأن الركون إلى الدنيا بما لا يكون استعدادا للآخرة أنه مذموم غير محمود عند الله جل وعلا وفي هذه الآيات وجوب تقديم الآخرة على الدنيا وأنما في الدنيا شيء يسير بالنسبة ومكدر بالنسبة لنعيم الآخرة وفي هذه الآيات أن ترك الجهاد يترتب عليه العقوبات الشديدة في الدنيا وفي الآخرة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد تكفل لدينه من يقوم بنصرته فإذا خذله بعض الناس هيا الله له ناسا يناصرونه وفي هذه الآيات تأت تذكير بنصر الله عز وجل لنبيه في يوم الهجرة حيث سلمه من أذى المشركين وفي هذه الآيات بيان أن السبب لفعل الشيء قد يقوم مقام المباشرة لفعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج بنفسه وأما المشركون فكانوا يريدون قتله فجعل فعله المتسبب عن فعلهم منسوبا إلى المتسببين ولذا لم يقل خرج وإنما قال أخرجه الذين كفروا وفي هذه الآيات فضلة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق وفيها إثبات صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الطعن في صحبته صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات أن الحزن قد يعرض لبعض عباد الله فلا ينقص من مقامهم شيئا كما قال عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن الأولى والأكمل أن يترك الإنسان والحزن اعتمادا على الله وقيل بأن حزن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو من خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمكن منه المشركون وفي هذه الآيات أن النصر بيد الله ينصر من يشاء يؤيد بنصره من يشاء وقد وكم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة والله قد ينصر الواحد على الجيوش الكثيرة كما فعل رب العزة والجلال لنصره لموسى من فرعون الذي جمع له الجيوش العظيمة وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يلازم الطمأنينة وأن يكون مصدقا بوعد الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الله يرفع كلمته ويفسد كلمة المشركين وتدبيرهم وخططهم وفي هذه الآيات الأمر بالجهاد في حال المنشط والمكره والعسر واليسر وفي هذه الآيات الأمر بالجهاد بالمال بحيث يبدل الإنسان من ماله في سبيل الله تعالى وفيها وجوب المسارع إلى القتال وفيها أن الإنسان قد يتعب في أمر فتكون العاقبة الحميدة الوفيرة له ولذا قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال في البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي هذه الآيات التذكير بأن المنافقين يقدمون الدنيا على الآخرة وأن أهل الإيمان يجب عليهم أن يقدم الآخرة على الدنيا وفي هذه الآيات أن التكليف بالتكاليف الشرعية إنما كان على جهة الاختبار والابتلاء لمن يدعي الإسلام هل يستمر على دينه أو أنه بمجرد ورود أول ومصيبة عليه يكون سبب فتنة له وفي هذه الآيات أن الحلف من المنافقين لا يقبل ولو أقسم بالله الأيمان المغلظة وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يظن أن فكاك نفسه في شيء ويكون هلاكه فيه ولذا قال يهلكون أنفسهم وفي هذه الآيات إثبات صحة هذا الكتاب وأنه منسوب إلى الله جل وعلا فإن الله قد عاتب نبيه في هذا الكتاب في مواطن وهنا قال عفى الله عنك لماذ أذنت لهم ومن المعلوم أنه لو كان هو من كتب هذا الكتاب لم يعاتب نفسه والعبد مجبول على الاعتذار لنفسه وفي هذه الآيات الحث على الصدق في المقال وترك الكذب وبيان أن عاقبة الكذب إلى خسارة وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يبحث عن الأعذار التي تجعله يترك الطاعات بل عليه أن يبادر إلى فعلها وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يتحملون ما يصيبهم من مصائب لفعل ما يطيعون الله جل وعلا به مع ما قد يكون عليهم من نقص بسبب ذلك وفي هذه الآيات الترغيب في تحصيل درجة اليقين في وعد الله جل وعلا بحيث لا يكون عند العبد شك أو تردد في شيء من ذلك وفي هذه الآيات أن الإيمان بالله وباليوم الآخر من أعظم المحركات للعبد للإقدام على طاعة الله جل وعلا وفي هذه الآيات إعمال الإشارات والتذكير بأن القراء لها دلائل تدل على الأمور ولذا قال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة فعدم إعدادهم للعدة دليل على عدم رغبتهم في الخروج وأن ما ذكروه من الأعذار إنما هو ذكر باطل وفي هذه الآيات من الفوائد أن العبرة ليست بالكثرة وكم من كثرة كانت سببا من أسباب الهزيمة والفرقة وأن المعول عليه ما في القلوب من إيمان بالله وتصديق بوعد بوعده جل وعلا وفي هذه الآيات أن الله قد يرد بعض الناس عن شيء من الطاعات لحكم عظيمة كما رد هؤلاء المنافقين عن المشاركة في غزوة تبوك لأن لا يوقع الفتنة بين أهل الإسلام وفي هذه الآيات أنه ينبغي بأهل الإيمان أن يكونوا جادين فيما يزاولونه من طاعة الله جل وعلا وفي هذه الآيات التحذير من وقوع الفتنة والخلاف بين أهل الإسلام وأن الواجب عليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد وفي هذه الآيات أن من سعى إلى إيجاد الفرقة بين أهل الإسلام فإنه يجب نفيه وإزالته وعدم تمكينه من مراده ذاك وفي هذه الآيات تحريم السماع لأهل الفتنة الذين يزرعون الفرقة بين المسلمين وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يستفيد دروسا مما يمر عليه في حياته وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وكما ورد أن السعيد من وعظ بغيره ولذا ذكر بما كان من شان المنافقين فيما مضى من أوقاتهم وفي هذه الآيات من الفوائد أن قدر الله بنصر المؤمنين ما ظل محاله وأن العاقبة ستكون للمتقين وفي هذه الآيات التذكير بأن المنافقين يكرهون انتصار أهل الإسلام على غيرهم وفي هذه الآيات أن بعض الناس قد يظهر المظهر الحسن ويتعذر بالاعتذار الطيب يظهر أنه يريد الخير وهو على خلاف ذلك كما قال هؤلاء لا تجعلنا نذهب إلى هذا الغزو نخاف من أن نفتن بنساء بني الأصفر وفي هذه الآيات التخويف من الفتنة بالنساء وتذكير العبد بما يقيه من هذه الفتنة وفي هذه الآيات وجوب أن يعمل العبد بما ينجيه يوم القيامة ويجعله من أهل الجنان بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أسعدكم الله دنيا وآخرة وبارك الله فيكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا